عايزة بقى اتكلم معاكم عن معشوقنا الاول والاخير نادي الزمالك نادي الزمالك استقنف تدريباته النهاردة بعد راحة 24 ساعة مستر فريرا كان حريص جدا ان هو يريح لعبته وده طبعا علشان ما يكونش فيه اجهاد بيبقى طبيعي جدا ان قبل المباريات بحبه قليلة بنرفع شوية الحمل البدن تدريباته النهاردة بيشارك فيها الدوليين ده طبعا بعد ما رجعوا من معسكر المنتخب بعد كمان ما شاركه في المطش الودي او المباراة الودية مع المنتخب الوطني امام بلجيكا وكان المنتخب طبعا بيضم من الزمالك زي ما حضركم معارفين عواد وعمر جابر وزيزو وكمان امام عشور والمنتخب الولمبي كان فيه حسام عبد المجيد فكل ده خلاص الحمد لله دلوقتي متوجدين في النادي او في صفوف النادي مستر فريرا برضو بيحاول ان هو كمان الفترة الجاية ان هو يطمئن على كل المصابين طبعا نبيل عماد دونجا او غيره كل دول بيحاول ان هو يطمن عليهم مع الدكتور طبعا محمد قسامة وطبيب نادي الزمالك والحقيقة قايم بمجهود جبار الفترة الاخيرة احنا ما كانش بيعدلنا مباراة إلا ما تلاقي نادي الزمالك فيه اصابة او اصابتين بالزبط فهو كان بجد برضو من الناس اللي عليهم حمل كبير اول فترة الاخيرة فكان الله في العن سوابق الوينش ونبيل عماد دونجا كان عندنا وفاتوح وعبدالغاني وشكبالة كان عندنا اصابات كتيرة جدا فحمد الله احنا بتدينا نستعيد قوتنا الضربة تقريبا كلها فيه كمان امكانية كبيرة جدا انها يبقى معينا في صفوفنا يعني تكون مكتملة في مباراة المصري واللي هتكون يوم السبت الجاي ان شاء الله في ربع نهائي كياس مصر طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا اصابات زي مصطفى شلبي بالذات مصطفى شلبي خلاص اقترب ان هو يكون جاهز فيه مباراة المصري وده بعد ما يعني خلص كل مراحل التأهيل كان مصاب به جزع فيه الرباط الخارجي للرجبة شكبالة كمان انتهى هو كمان من برنامجه التأهيل اما بقى فتوح فتوح بيخضع ليه اشعة جديدة واثبتت التقام الشرخ تماما وان شاء الله خلاص برضو هيخضع ليه التأهيل ويبقى موجود كمان في اسرع وقت مهم جدا ان كل قوتك الضربة تكون معاك ده مهم جدا المباراة برضو مباراة صعبة احنا بنعتبرها دلبي ازا مالك مع المصر انت ليك معاه موجهتين سواء كان فيه ربع نهائي كياس مصر او كمان فيه الدوري فلازم جدا 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 مهم جدا انت معاك كل قوتك الضربة انت معاك جدوى المضغوط انت زي ما قولتلكم من بارح انت هتفضل مضغوط خلاص انت كان عندك دلوقتي فترة الراحة دي ده احسن وقت انت تعرف تستغل فيه كل حاجة الناس كلها اصلا مشغولة بكياس العلم كياس العلم شغال انت عندك فترة راحة بس اينا احنا ما بنسماش فترة راحة دي فترة عمل بالنسبة ليك انك انت عندك ملف مصابين كبير جدا خلاص الحمد لله احنا بنتخلص منه واحدة واحدة والحمد لله كل قوتنا الضربة بتدت ترجع مرة تانية ده غير انك انت برضو محتاج انك انت تعالج بعض الاخطاء اللي ظهرت الفترة الاخيرة بتاك تعمل انسجم بين اللعيبة زي ما بقولك فترة الراحة دي مش راحة لينا مش راحة لينا لا احنا مفروض في الفترة دي نشتغل ان شاء الله الفترة اللي جاية او عودة الزمالك تبقى بداية انطلاقة جديدة